مرحب عليكم هم ده الفريق الشوت التاني كنتوا هايلين هو ده الفريق اللي انا بعرفه لما بتمسكوا الكرة وبتلعبوا بروح ولسه عندنا فرصة تاني في العودة وتكونوا احسن من كده وانتوا احنا هدفنا وبتلكم هدفكم ايه ان احنا وصلوا للفايلة عشان ناخد الكاز شهر الجالة واسين يا جباة واسين الشوت التاني كويسين فرعة تانية نكمل بقى لكده المطش اللي جاي ان شاء الله عايزين ثلاثة واحد منهم هياخد شارة كلير والشارة دي هتخليه وصل الفاينال كده كده ان شاء الله مع فرقته يعني بس لقدر لا لا ومش مع فرقته مع الفرقة التانية كابتب حسام عشور رشح اربع لعبين من فرقة ثابت البطل شارة كلير محمد هاني علي اما تاني اللاعبين فكان علي محمد علي ثمانية فيه ابراهيم شعبان كان تالت اللاعبين ينكم انا عجب اما اللاعب الرابع فكان حارس المرمى محمد الصاو قرر حسام عشوري دي شارة كلير لللاعب ابراهيم شعبان اختار رقم تماني ابراهيم انا عشد ابراهيم كويس ايه ما تضحك يلا انت متحكش النهاردة ليه كده عاد مقالدة ممكشرة طول المطش ليه ها تعدلنا بقى مش مهم ايش يا خورة إنه الكام عشرة الزعبية بقى الكام عشرة من المطش اللي فات يوسف يبقى كده يوسف أوه في يوسف تعال انت كمان ارجع ارجع انت املك كله ان انت تكسب المطش الجاهش لها في الفاينل احنا مش مش اكد؟ ان شاء الله ان شاء الله اوه ده الروح كده انتو الاثنين ان شاء الله كده كده في الفاينل بس ده لو ده اثر على اداءكم مش شوق المطش الجاي عشان انتو ضمنين انك هتلعاو في الفاينل انت مش تبقى بتخزك غير زمائلك كنا عادة في انتو مش تعملوا كده طبعا صح؟ صح اللي ايه؟ طبعا تركز زي ما ركزتو النهاردة مطش الجاي مطش صعب برضو قامت عادلين بس مطش صعب مش هيبقى سهل هي النهايات كلها كده كلها مطشات صعبة تركزوا وربنا هيكرمكم ان شاء الله مطش الجاي فضوات بجدية